حريك قلت أن في حد من قريبك من الأسرة بعتولك الفيديو القريب بقى صحباتك أنت اللي شافوها وهي صغيرة وعارفينها وكده اتفاجئوا قالوا لك إيه اللي عملته ده كان إيه رد فعلوه في صحاب هاجموا وفي صحاب يقولول إحنا بنهنيه على فكريها ده على شجاعتها البنت اتطرقت لموضوع آه بالتطرقت لموضوع يعني تابوه ما فيش أي حد تطرق له آه وده هيحل مشاكل بناك كتير ويحل مشكلة العنوسة ويحل مشكلة الطلاق اللي بنت ممكن اللي يخبط على الباب توافق عليه رغم أنفها وهي ما قدش ممكن تكون من جواها متقبلة آه فبسبب كده ما فيه نسبة طلاق عالية هل بصراحة كده فيه ناس شجعوها قوي بما أن احنا بنتكلم في الموضوع بشكل غير مألوف بقى وماها هي لطرحته يعني للنقاش العام بصراحة كده حضرتك جيتي في لحظة من اللحظات قلت أنا بنتك اتأخرت على الجواز وضغطي عليها لا لا ماها بيجي لها ناس كتير قوي ماها بيجي لها ناس كتير قوي بس ما كنت أقول لها رفضتش ليه ماها تقول لي مفيش تفاهم مش عارفة مش عارفة تفاهم مع الشخص ده مش عارفة تقبله كزوج ايه انا شايفها ليه فاكر وهو ليه فاكر فممكن بعد ما قبل واتجوزه ممكن نختلف فوقته قريب قوي وكون النتيجة الطلاق او المشاكل طيب ما حستيش انه ممكن اللي ييجي عن طريق الانترنت هي قالت أنا هتكلم مع الناس اللي ممكن يبقى عندها قالت أهم حاجة بالنسبالي ان هو يبقى جاد جدا وشخصية محترمة وجاد في مسألة الجواز حضرتك كأم ممكن تبقى متعودة على الطريقة التقليدية مثلا انه يجي لها عريس زميل في الشغل اللي يجي لها عريس عن طريق حد من الاسرة ايوا فكرة انه انت هيجي لك عريس بعد ما عملت الفيديو هي جاد قالتك مسألة ايه فلان الفلاني ده انا شايف انه هو جد وكلمني من خلال الفيسبوك حضرتك عندك استعداد تعودي مع العريس اللي جاي من الفيسبوك والله ده ما هو متقبل الفكرة وopen minded قوي وتقبل اللي هي عملته بشجاعة برضو ومش مكسوف ولا خايف ان يواجه مامته ولا بابا ان انا جوز بنت عرضت نفسها على الفيسبوك انا احترم العقلية بتاعته قوي واقعد معاه واشوفه يعني ماها متقبلة ولو متقبلة اوافق جدا عرفنا انه ماها استقالت من شغلها هي كنت تشتغل في بنك واستقالت دايما الام برضو تقول ايه تقول ما هي البنت لازم تأمن نفسها ويبقى ليها مستقبلها ما تدايقتيش انه بسبب الفيديو ده ماها استقالت لا تدايقتي جدا طبعا وباباها قال لها لما شفنا الفيديو وغضبنا قل بنسبة خمسين في المية قال لها يا ماها انت ما عملتش حاجة حرام تمس المجتمع ولا تمس المجتمع الوظيفة خالص روحي وواجهي وخليكي شجاعة اذا ما كنت شجاعة وعملت الفيديو خليكي شجاعة وواجهي الناس ولو انتقادوكي او شاوروا وقالوا البنت الجريئة البنت اللي عملت حاجة غير مألوفة خليكي شجاعة وتقبلي الكلام واقنعيهم بوجهة نظرك اللي انت مؤمنة بيا لكن هي استقالت فدفعت التمنشغلها لكن هي كاشت من الموجهة الفيستوفيزي كاشت جدا من الموجهة الفيستوفيز وخصوصا زمال العمل لما لقيت الموضوع بقى فيه موادها بقى فيستوفيز اي اه وخصوصا الزمال بتوع العمل يعني لو هي مثلا عندها رأي وقالوا الله انت غلطانة مش هتقدر تهاجمهم ومش هتقدر تعمل فجوة بينها وبينهم لان هم مؤمنين بحاجة وهم مؤمنة بحاجة تانية كل